السلام عليكم ورحمة الله كديرين لبس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتما كتشاهدوا هالفيديو وكنشكر المشتركات القدام ديولي اللي كتدعموني وكنشكركم لاني كتدعموا القناة اللي هي قناتي وقناتكم ولي مشتركين جداد مرحبا بكم في القناة وكنتمنى ان شاء الله نكون عندي حسن ضن ديالكم باش دائما ان شاء الله نبقى نعطيكم المزيد دكش اللي عندي نتقاسمو معاكم واليوم ان شاء الله هاد الوصفة العبارة على آآ زبدة دي الكوكاو او فود سوداني آآ كل كل منطقة واشنو كتسميه وانا ان شاء الله غادي نديرو معاكم وغادي تشوفو روعة كي جزوين بسم الله احنا هنا يا عدنا وحد الخمسمائة جرام ديال آآ ديال كوكاو مقشر انا خضيتو بحالها كمقشر كيتباع في المحلات ديالو الحلويات او عند العطارة كين هادا اللي تيكون بالقشرة ديالو هادا بلدي هادا كي جزوين هادا كات اه الا بغيت اه تقشروه كتدخلوه الفران واحد العشرة دقيق وكتقشروه وتنفضو ديالو وكتخدمو به انا خضيت هادا جاهز كندير هنا واحد لانسكس ديال زيت البلدية معلقة ديال الساني دا واحد آآ القبصة ديال الملح هنا قبيصة ديال الملح كتبقى اختياري اللي ما بغاش يديرها لان هاد الزبدة ديال الفول السوداني ما فيهاش مواد حافظة وهديك الملح كتحتافض عليها كيبقى احتشار في التلاجة ما كينش مشكيل ما كيوقع له والو احنا هنا كنديروه في اللاطة اللي قابلة الفرن وكنخدمو عليه الفران بدرجة الحرارة مية وتمانين وكنخليه واحد خمستاشر دقيقة انتم ما شفتو كيفاش كيجي كيجي حمر حال هكا ما كتخليوش يتحرق احنا غادي نطحنوه كنجيب القيص ديال هاد الفول السوداني وكنطحن طحن اللولة كنطحنه بوحده في اللولة وكنبقى نضغط عليه حتى كي تطحن هو الطحين ديالورة كيكون ساهلها واذا ببدأ كيتعجن معانا كندير الطحنة الثالثة ها هو ده بطلق دك الزيت ديالو احنا هنا ما كنقويش ساندة كندير واحدة معي القادية الساندة ولا عندكم العسل كيبقى اه انا ما موجودش عندي ده بالعسل درت الساندة عير من السمتو ما قويش الساندة بزاف كتكون دك سكر اللي كيكون خاشن شوية باش كيتطحن معاها ها هو دك يتعجن ما زال هنا كنبدا نزيد انبدا نزيد واحد شوية ديال زيت البلدية كنديرو حد القبصات الملح عيرو الصباعي بحلقة عفوان عاد كندير الزيت البلدية اللي بغي يدير الزيت نباتية يدير الزيت نباتية انا في كنفطة البلدية كي ياكلوها الوليدات بلا ما يحسوا بها لي ما تيبغيش ياكل زيت البلدية ما كيحسش بها بحلها بقمع هاد الزبدة ديال كاوكاو هاي وجدات ثم كيفاش كتجي احنا وجدناها كنديروها في الحلقة هاي ثم اشوفوا كيفاش كتجي كتجي رائعة عير حولو ما تخلي وش هادك الفوض السوداني يفوت القياس ديالو في الطياب باش يبقى محافظ على ديك اه دك الزيت ديالو ديك الفيتامين اللي فيه لانه هو تاورة مهم تكونوا طيبوه وتكونوا حتى الفران باش ما تاوخها احنا درنا على درجة مئة وثمانين ولكن كالفران اللي تايد غي يشوط احنا كنوقفو عليه حتى كنطيبوه اكي جي رائع وكي جي زوين بزاف وصحي ما فيه لما وضحها في ضالة والو يعني صحي ونعجبكم الفيديو شاركوا في القناة وما تنسوناش من اللايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة